مشاهدين في كل مكان طبتم جميعا وطابت أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم والطريق التالت في الحقيقة إن أحداث فرنسا ليست كما قبلها قبل كده كان عندنا أحداث دنمارك رسوم مسيئة للنبي وأيضا كان هناك هبة عالمية وكان هناك ردود أفعال وأيضا انتهى الموضوع بأحداث عمف وقاكل وغيرها ولكن في هذه المرة يعني أو في الدنمارك تحديدا لم يكن هناك تدخل حكومي بشكل رسمي أو بشكل مباشر أما في فرنسا فكان الحديث لماكرون رئيس الدولة الفرنسية الذي قال وصرح في البداية أنها ضمن حرية الرأي وإبداء الرأي مكفولة للجميع ذات ماكرون وهو يعني من قال حرية التعبير وحرية الإبداع في سب النبي حينما رسمه رسام موريتاني يتعامل مع صحيفة فرنسية قامت الصحيفة الفرنسية بإلغاء التعاقد مع الرسام الموريتاني الذي وصف الرسوماته أنها تسويق لماكرون ولم تكن الإساءة عندماكرون حرية التعبير وإبداء الرأي أحداث فرنسا لها ما لها ولها ما بعدها فما هو مستقبل المسلمين في فرنسا وتحديدا الحجاب باعتباره رمزية للحجاب أيضا ظاهرة الإلحاد هل هذه الظاهرة يمكن أن تكون ظاهرة عادية أم أن هذه الظاهرة يمكن أن يكون وراءها تنظيم أو من ينظمها ومن يغزي هذه الظاهرة كل هذه الأسئلة وغيرها أيضا ولابد للحديث عن الإعجاز العلمي مع خبير الإعجاز العلمي ضيفي وضيفكم الدكتور عبدالدائم الكحيل أهلا ومرحمة بك دكتور عبدالدائم بارك الله بكم ويجزاكم كل خير ونفع بكم إن شاء الله وأنت كذلك يا دكتور طبعا يعني عاود كريم لحضارك طبعا معنا على الشاشة وأكيد إن شاء الله وأنت ليست بضيف بل أنت يعني صاحب مكان في هذه القناة شكرا شكرا بارك الله بكم هبدأ بحضارك بأحداث فرنسا نعم وتحديدا ردود الأفعال ما حدث بحادث طاعن في كنسة نوتردام ما حدث في فيينا وقد يكون هناك أحداث في الطريق لا نتمنى أن تكون ولا نتمنى أن تحدث ولكن لابد لنا من وقفة يعني ما هي مسببات وأسباب هذه الظواهر من ردود أفعال يمكن أن تكون غير محسوبة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا شوف أخي الحبيب أولا بارك الله بكم وأشكركم على هذا اللقاء الممتع الحقيقة والذي أتمنى أن يستفيد منه الملحد قبل المسلم لأننا بالنتيجة نحن نبحث عن الحقيقة أينما كانت هناك أنا أحب دائما أن أعود إلى الجذور دائما إذا بحثت عن أي مشكلة ابحث عن جذور هذه المشكلة لا تبحث عن اللص ابحث عن من أرسل اللص دائما هذه قاعدة في القانون والقضاء فنحن الآن أمام رئيس فرنسا يدعي أن الإسلام في أزمة هو بدأ هكذا نحن لدينا على الإنترنت موقع كبير جدا هو مركز بيوري سيرتش الأمريكي الشهير هذا الموقع هو أشهر موقع يقوم طبعا هو مركز عالمي يقوم بإحصائيات عن الأديان وانتشار الأديان قام بدراسة عام 2017 ومنشور على موقعه يستطيع أي إنسان أن يطلع عليها وصل إلى نتيجة ستشكل أزمة بالنسبة للعالم الغربي وهذه نتيجة ذكرها باحث فرنسي اسمه تشارز أيضا في دراسة نشرت على صحيفة فرنسية وعلى جريدة تيليغراف أيضا يقول إن فرنسا يعني هو يحذر وينبه هذا الكلام متى قبل ثلاث سنوات فقط سبحان الله ينبه ويقول فرنسا ستصبح جمهورية ذات أغلبية إسلامية بعد بحدود 37 سنة حسب الدراسات التي وصل إليها هذا الباحث وحسب الدراسة التي قام بها مركز بيوري سيرش يعني من ثلاثين إلى أربعين سنة في ثلاثة عقود فقط في ثلاثة عقود ثلاثين نعم فهذه العقود الثلاثة الغرب ينبغي أن يقوم بإجراء لأنه لديهم حسب قوانين العلمانية والديمقراطية أن الأغلبية هم الذين يشكلون الحكومة وهم الذين يختارون القوانين وهم كذا فهم يريدون أن يهربوا من هذه الحقيقة فوضعوا اتهاما للمسلمين ولم يقولوا المسلمين في أزمة لو قالوا المسلمين لكان يعني الوضع فعلا وضع المسلمين اليوم يمكن أن يقبل يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولكن هو ذهب مباشرة باتجاه الإسلام وتكلم بشكل مباشر فهو يريد أن ينقل المعركة لأن الباحث شارلز الذي وضع هذه الدراسة أيضا في عام 2017 قال إن الجنس الأوروبي الأبيض على وشك الإنقراض وعندما درس هذه الظاهرة وجد أن الأوروبيين لا يتكاثرون تجد أن مثلا سأعطيك يعني إحصائية بسيطة فقط وهذه الإحصائية موجودة أيضا على مركز بيوري سيرج الأمريكي يقول إن دولة مثل فرنسا فيها أكثر من بحدود أكثر من أربعين مئة أربعين بالمئة من الأولاد هم أولاد زنا أولاد غير شرعيين يعني أو يسمونهم أمهات عازبات أم لم تتزوجوا لكن أنجبت بطرق مختلفة هذه النسبة الموجودة هناك هذه النسبة مدمرة لأن معظم هؤلاء الأطفال سيشكلون عناصر في الجريمة المنظمة وسوف يتجهون باتجاه الشذوذ الجنسي والشذوذ الجنسي يعني رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة لا يعطي نسلا وهذه الظاهرة قبل مئة سنة لم تكن معروفة هناك مدينة في فرنسا تصل نسبة الشذوذ الجنسي فيها أكثر من 13% رجل مع رجل أو امرأة تتزوج امرأة أو بشكل قانوني طبعا هذه الظاهرة لا تعطي نسلا طبعا هذه قبل أن أكمل تحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرما عندما قال من علامات الساعة أن يكتفي الرجال بالرجال ويكتفي النساء بالنساء ونحن نشاهد هذه الظاهرة تنتشر اليوم الشيء الثاني أن هذه البلد التي هي فرنسا فيها نسبة انتشار الإسلام بين الفرنسيين نسبة كبيرة جدا عندما درس هذه الظاهرة وجد أن الإسلام يحببك بالحياة لماذا؟ أولا يحرم عليك الخمر والمخدرات والنظر إلى الأفلام الإباحية ويحرم عليك الزنا يحرم عليك القمار كل هذه العوامل تؤدي بالإنسان لصحة أفضل والإنسان الذي لديه صحة أفضل سوف يحب الحياة أكثر ويعيش أكثر وعمره أطول والتكاثر أكبر لأن الإسلام الزواج سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني إذن هذه العوامل تجعل المسلمين يتكاثرون من أربع إلى خمسة أضعاف النسبة لدى الأوروبيين إذن هنبقى أمان مشكلة ديموغرافية بالنسبة لهم لهم مشكلة ديموغرافية بالنسبة للمجتمع الغربي ومجتمع فليس تحديدا بالضبط بالنسبة لنا هي بشرة بشرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنة عندما قال لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار وسيدخل طبعا كما أكدنا سيدخل الإسلام كل بيت بعز عزيز عزا يعز به الإسلام أو بذل ذليل كما قال عليه الصلاة والسلام إذن نحن أمام ظاهرة هم يعالجونها بطريقتهم الخاصة التي نراها اليوم يروجون للإلحاد يدعمون المواقع الإلحادية وكل هذه للأسف تأتي بنتيجة عكسية لماذا؟ سأقول لك لماذا فضل دك اليوم نحن في عصر المعلومات أنت من السهل جدا أن تصل للمعلومة التي تريدها بسهولة بكام ستر وتستطيع أن تقارن فالإنسان الأوروبي أو الأمريكي أو الفرنسي الذي رأى هذا التشويه للإسلام أثار لديه حب الاطلاع يريد أن يطلع على هذا الإسلام ما هو هذا الإسلام؟ سيكتشف أن هذا الدين دين الفطرة يعني أنظر مثلا في العقيدة العقيدة الثالوث 2000 سنة والناس لا يفهمون ما هو الثالوث حتى الآن إذا أردت أن تشرح لهم سيعطيك محاضرة ثلاث ساعات وتخرج يعني كيف ثلاثة في واحد وكذا وكذا بينما الإسلام بكلمة بسيطة خلال ثلاث سواني تشرح له الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول لا انتهى الأمر إله واحد خالق لهذا الكون هذه البساطة هي التي تنشر الإسلام وليس القوة أو السيف أو العنف أو غير ذلك لذلك أنا هجلة دلوقتي دي لأني دي ما هو معي النهاردة تعاليم الإسلام هي التي تنشر قوة تعاليم الإسلام لذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواهم كلمة بأفواهم هنا فيها إعجاز لماذا؟ لأن القرآن يتحدث عن حرب بالأفواه حرب إعلامية واليوم الحرب إعلامية على فكرة صحيح يعني أنت تجد حادثة صغيرة في فرنسا يرهبون هم يرهبون الناس هناك ابقوا في منازلكم هل شاهدت هذا؟ طبعا وكلمة إرهاب إسلامي أو إسلامي ده هنجيل الراتي ويخوفون الناس من شخص مع لالم أن فرنسا فيها نسبة جرائم مئات الجرائم كل يوم ترتكب أنا أعطيك إحصائية في أمريكا مثلا بمعدل أقل من خمس دقائق هناك امرأة تغتصب كل أقل من خمس دقائق هناك جريمة سرقة بمعدل كمان كل دقائق معدودة مليون جريمة سرقة في السنة لا يتحدثون عنها يتحدثون على حادثة فردية خاصة جدا وهم من يرهب الناس وليس البسلمون لا والأخطر من ذلك هو إلسقها بالإسلام آه بالضبط ويحط خط أن هذا هو الإرهاب الإسلامي بالضبط ما أعلم أن القرآن الكريم لم يتحدث عن الإرهاب إطلاقا لأنا عندي رأي تاني لأنا عندي رأي تاني للقص زكريا بطرس آه ماذا قال إن الإسلام بيحض على الإرهاب نعم وذكر اسم السيف ألف مرة بين آيات وحديث وأن الإسلام دين العنف سيدي هذا الكلام العكس هو الصحيح يعني أنا لدي طبعا أنا أحضرت معي برنامج إحصاء القرآن من أجل الرد على أي شبهة تتعلق بموضوع القرآن ماذا ذكر وما لم يذكر تمام يعني أنا نستطيع الآن أن نبحث عن أي كلمة وسنخرج النتائج كاملة طب في كلمة سيفة في القرآن لم تذكر أبدا ولا مرة ده زكريا بطرس بيقول ألف مرة بين آيات وحديث وهذا هو التضليل هذا هو التضليل والتشكيك هو لو ذكر يعني حتى تقول أنت كلمة إرهاب لم تذكر أصلا في القرآن غير موجودة أصلا يعني برضو كان البعض بيقول إن كلمة يرهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وهذه طبعا سنشرح هذه الآية الوحيدة في القرآن وإيايا فارهبون تأويل هذه المصطلحات هل تأويلها على أنها إرهاب هذا الأمر أمر صحيح يا دكتور لا 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 أنا سنأتي بالآيات أمام المشاهدين طبعا قبل ذلك أنا هنا لو حبذ لو يعرض الأخ المخرج فقط معروضة قد أعتبر معنا فاصدع بما تؤمن وأعرض عن المشركين أنا سأنتقل فقط لأنني فتحت لهذه الآية سأنتقل معك إلى السيف والإرهاب بعد أن نستعرض هذه الجزئية فقط أنا أريد أن أعرف رد فعل القرآن على من يستهزئ بالنبي هذه الدعوات التي تقول يقتل أو لا يقتل أو كذا أنا أريد رد فعل القرآن القرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين طيب الآية التالية ما هي التي بعدها إنا كفيناك المستهزئين شوف هذا الكلام الرائع طيب ما هو الحل إنسان يستهزئ بالنبي ماذا يفعل النبي الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون إذن العقوبة متى؟ يوم القيامة وليس في الدنيا ومن الله ومن الله وليست من البشر أبدا كل آيات الاستهزاء في القرآن العقوبة من الله تأتي ليس فيها رد فعل بشر ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون طيب هل قال يا محمد فاقتلهم فاقتلهم هل قال عنفهم هل قال أرهبهم انظر انظر الآية التالية العلاج القرآني ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين هم يستهزئون بك أنت أسجد لله شوف عظمة القرآن ده ردك أو رد فعلك أسجد لله وعبد ربك حتى يأتيك اليقين إذن رد الفعل القرآني الذي ينبغي أن نتبناه نحن كمسلمين أن نظهر لكل من يستهزئ بهذا الدين عظمة القرآن طيب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وعندما كان في مكة نزلت سورة الفرقان اتهموه أفضل من هذه الرسوم المسيئة اتهموه بالكذب وأنه شاعر والتزوير وأنه جاء بالأساطير وأنه سرق معلومات القرآن من غيره هل يوجد أكثر من هذه التهم؟ ماذا رد عليهم؟ أنا سأعرض عليك فقط الآيات لك يركز معنا المشاهد الكريم على سورة الفرقان هذه السورة نزلت في مكة على فكرة هذه السورة نزلت في مكة يعني في بداية الدعوة في بداية الدعوة لم يكن هناك أصلاً جهاد بالسيف ولم يكن هناك قتال وذكر في هذه السورة الجهاد الكبير ألا وهو؟ الجهاد بالعلم وسأثبت لك ذلك وهو ما ينبغي أن نتبناه نحن اليوم انظر ماذا قالوا له وقال الذين كفروا الآية هنا أمامي وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه التهمة الأولى أنه جاء بإفك أي بكذب وكلمة إفتراه أي أنه كذب على الله تهمة ثانية وأعانه عليه قوم آخرون يعني اتهموه أن هناك من يحرضه ويدعمه ويغذيه بالمعلومات لا إيه؟ وجاءوا فقد جاءوا ظلماً وزوراً هم الذين يزورون ثم ماذا قالوا؟ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها ما معنى اكتتبها؟ لم يقل كتبها أي نقلها نقلها أي اكتزعها أو سرقها سرقها فاتهموه أيضاً بالسرقة تهم عظيمة جداً فهي تملى عليه بكرة وأصيلة طيب أنا أريد أن أعرف الرد الذي رد عليهم الله وليس نحن وما أبلغوا من الرد؟ ومن أحسن من الله قيلة قيلة نعم أنظر معي دقيق قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفوراً رحيمة أخي والله هذه الآية عندما أقرأها يقشعر بدني أنتم تستهزئون بهذا النبي الذي هو خير البشر والله يقول لكم إنه كان غفوراً رحيمة ما هذه العظمة؟ إذن هذا هو الإسلام الذي يجب أن يعرفوه ويجب نحن أن نروج لهذه الآيات وليس للعنف وغير ذلك أنا بحييك على ردك على مسألة غاية في الخطورة وغاية في الأهمية وقد تكون مدخل وفغر يمكن أن يؤتى من خلاله أو تؤتى من خلاله الأمة الإسلامية صحيح وهو الرد على من أسأل نبي حضرك يعني ما ذكرته كان أبلغ رد لأن هناك من يدعي ويقول أن من يسب الله يستتاب ومن يسب النبي يقتل وإن استتاب فما قولك في هذا الرأي؟ القرآن يحتوي على 6236 آية لا توجد ولا آية واحدة تدعو لقتل المرتد أو حتى المشرك لا يقتل في القرآن إلا ضمن الحرب آيات الحرب معروفة فقط هم يمزجون المستهزئ بالنبي أيضا حسب القرآن الكريم وحسب حاديث النبي لا يقتل هناك في التاريخ أشياء خاصة لا ينبغي أن نعممها فأنت ما تحدثت عنه ما تفضلت به هو رأي فقه وليس حديث نبي هناك فرق يعني أنا قد أفهم هذا الحديث على أنه يدعو لقتل المستهزئ ولكن لا يوجد لدينا حديث أصلا يدعو لقتل المستهزئ إذن هو رأي صحبه هو رأي أصحابه أصحابه وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بقتل بعض المشركين لأنهم أولا آذوا النبي قتلوا من المؤمنين مثلا لنقول حالة خاصة هذه لا يقاس على الخاص بالظبط طيب أنا سأتيك بآية عن الردة القرآن الكريم ماذا يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد طبعا أنا منكم عن دين آه من يرتد عن دينه ما هي النتيجة فليمت وهو كافر نعم نعم هذه آية أخرى فليمت إنما معلش يقتل لا 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 أبدا أنا لدي الآية الآن على الشاشة فقط نتأمل كلمة كلمة نحن مطلوب مننا أن نتدبر القرآن يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه ماذا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علي انظر شكل أو أشكال الذين يرتدون عن الإسلام وانظر من يدخل الإسلام من علماء وباحثين ومفكرين في أوروبا انظر نسبة لا تقارن بالعدد لا تقارن طبعا وبالمحتوى وبالكم وبالكيف وبالكيف يعني خليناه الحرك كما وكيفا ليس هناك أي مقارنة يعني أنا عندي مثلا الدكتور موريس بوكاي العالم الفرنسي الشهير الذي حلل جسد فرعون وأشرف على تحليلها عندما قال أنا لأول مرة نكتشف في التاريخ أن هذا الفرعون مات غرقا فقال له رجل هذا قبل أن يسلم قال هذا مكتوب في كتابنا قال كيف قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فعندما قرأ القرآن أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله وألف كتاب انتشر كثيرا وترجم وهذا يعتبر طبيب من الدرجة الأولى طبيب دولة هناك وباحث كبير قارن هذا الذي جاء به الله انظر دقيق معي فسوف يأتي الله من خارج هذا المجال من خارج البيئة الإسلامية بقوم يحب هذا الإنسان دافع عن الإسلام لم يكن يخشى لو ما تلائم وألف كتب واهتدى على يديه الكثير وانظر حال من خرج من الإسلام أنا أذكر لملحد الآن عالم ملحد واحد عربي مسلم بروفيسور لا يوجد تجده مثلا لا شيء وأنا على يقين يعني لأنني بحثت في كل الملحدين العرب والمسلمين الذين تركوا الإسلام لا يوجد رجل على درجة عالية من العلم أبدا سبحان الله ومعظم الذين يدخلون في الإسلام تجد مثلا العالم كثمر هذا العالم الكندي الذي ألف مرجعا في علم الأجنة يدرس في جامعات العالم قال إن ما جاء به القرآن يتطابق مئة بالمئة مع العلم الحديث ومع ما يراه بأجهزة تصوير حديثة إذن هؤلاء الذين أتى بهم الله كانوا خيرا ممن ترك أو ارتد لم يقل لك أقتلهم أو عذبهم أو كذا لا يوجد هذا الكلام إذن ليس هناك دعوة لقتل في الإسلام أبدا أبدا وليس هناك دعوة لقتل من يسبب المجرد إلا في حالة واحدة إنسان خرج على الدولة يعني الخروج قديما يعني هنا يسقطون زمان على زمان وهنا تحصل مشكلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الجاهلية كان النظام السائد نظام القبيلة فالقبيلة كانت هي التي تعطي الجنسية هذا اسمه النظام العام للدولة نظام الدولة هو القبيلة فمن يرتد عن الإسلام مثل من خرج على الدولة يعني هنا مثلا جماعة خرجت على الدولة هل الدولة تنتظر حتى يقوموا بأعمال تخريبية أو أعمال كذا أم تتخذ إجراء ضدهم وده تاريخيا حتى سيدنا أبو بكر كان الحرب مع من رفضوا الدفع بالضبط هم المشكلة كانت ليست مجرد أنهم رفضوا هم خرجوا خارج الإسلام والخروج كان مسلحا لأن كل واحد كان سلاحه معه هنا في أي دولة حتى في أمريكا الآن إذا خرجت مجموعة من ثلاثة أشخاص مجموعة مسلحة على القانون الأمريكي والدولة الأمريكية سيحضرونهم والداء عقوبة وكذا وقد تصل إلى الموت أو كذا صحيح كل دول العالم فهذا ما أمر به النبي أن من يرتد فيصبح محاربا لك وليس لأن آيات القرآن لا يوجد فيها قتل كل آيات القرآن خليني أخذ الفاصل وبعد الفاصل نكمل معا هذا الحديث الشيق مع دكتور عبدالدام كحيل فاصل المشاهدين ونعود عليكم وانتظرونا وابقوا معنا